بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مصال وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواتي الأعزاء نهارده إن شاء الله هنتكلم عن أنجح وأفضل مشروع في العالم حاليا وهو مشروع مصنع الأكواب الورقية أرجو من كل المتابعين إن شاء الله اللي لسه ما تابعناش يعمل سبسكرايب ويشترك في القناة يلا بنا نبدأ بسم الله مشروع الأكواب الورقية هو من أهم وأنجح المشاريع في العالم الآن كلنا عارفين الأزمة اللي احنا بنمر بها حاليا وهي بعد تفشج أحب كورونا وبعد العودة الحمد لله الطبيعية اللي بدأت ترجع زي الأول طبقا لخطة التعايش مع الوباء أصبحت الأكواب الورقية من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحالي وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة شعبيتها حيث يمكن استخدامها في المستشفيات والمراكز التجارية والمدارس والمكاتب والمطاعم والكافهات وما إلى ذلك قديما كانت الأكواب البلاستيكية للمطاعم والكافهات والأفراد من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن حاليا تم استبدالها بالأكواب الورقية لأنها صحية وأفضل من الأكواب البلاستيكية لاحظنا في السنوات الأخيرة زيادة معدلات استهلاك الأكواب الورقية في المطاعم والكافهات والفنادق لأنها أكثر استخداماً كل واحد خايف على صحيته فبالتالي النوع بدأ يستخدم الأكواب الورقية فكرة المشروع باختصار شديد عبارة عن مصنع متخصص في تصنيع كميات كبيرة من الأكواب الورقية مختلفة الأحجام أولاً نبدأ موقع المشروع أو المصنع بتاعنا المصنع بتاعنا ممكن نبتدي بمكان بيبدأ من 100 متر أو 150 متر لحد 600 متر حيث أن المكينة 6 متر يعني 2 متر في 2 متر في 3 متر فقط دي حجم المكينة بتاعتنا بكل تأكيد لا يحتاج مشروع تصنيع الأكواب الورقية إلى مواقع مميزة حيث يمكن تنفيذ هذا المشروع في أي مكان المعدات المطلوبة للمشروع في الأول عندنا معدات ممكن نستغنى عنها في البداية زي مكينة قص رولات الورق وتعتبر مكينة قص رولات الورق هي المرحلة الأولى في خط الإنتاج حيث تقص رولات الورقية قبل الدخول إلى مرحلة الطباعة دي سعرها عالي شوية ممكن نستغنى عنها في الأول وعندنا مكينة الطباعة بعد الانتهام من مرحلة تقطيع أو قص رولات الورقية بمقاسات مختلفة هي تدور مكينة الطباعة والتي تطبع لعلامات التجارية الخاصة بالمصنع وبعض الرسومات والأشكال في الوجهات الخارجية للأكواب مكينة قص رولات الورق ومكينة الطباعة ممكن نستغنى عنها في البداية علشان خاطر لأن سعره معالي جدا ممكن الأول نستخدم المكينة فقط لتصنيع الأكواب ونستغنى عن مكينة قص رولات الورق ومكينة الطباعة لأنها غالية في الأول لحد ما نتمكن إن شاء الله والمشروع يبدأ يجيب لي عائد أبدأ أشتري المكان ده المواد الخام المطلوبة للمشروع هي رولات ورق وهي احنا هنجيبها مطبوعة أو ممكن نجيبها سادة وإحنا لو عندنا المقص وما عندنا ماكينة الطباعة دي ممكن رولات الورق ممكن نجيبها مقصوصة ومطبوعة جاهزة والورق نوعه بي اي مطبوع أو غير مطبوع حسب ما احنا هنجيبه وفيه بقرة أسفل الكأس البقرة اللي هي بتبقى موجودة الأعر اللي موجود بيبقى في الكأسة ومواد التغليف والتعبائي اللي احنا هنعبي فيها الكساب بتاعتنا نيجي لمراحل تصنيع الأكواب الورقية المرحلة الأولى اللي هي صناعة الجدار الخارجي للأكواب الورقية اللي هو الجدار الغلاف بعد كده المرحلة التانية اللي هي مرحلة قص قعر الأكواب الورقية عن طريق الآلة فيه شريط بيبقى ظاهر قدامنا كده هو ده الشريط اللي هو بيبقى الأعر بتاع الكأسة بتاعتنا المرحلة التالتة وهي إعداد اللحم الحراري والمرحلة الرابعة اللي هو إخراج الأكواب من الآلة بعد تقطيعها بعد كده نتكلم عن العمالة المطلوبة للمشروع في الأول أنا ممكن أحتاج الاثنين عمال فقط يشتغلوا معانا في المصنع لحد ما أبتدي في الأول وأحتاج واحد للتسويق إزاي أسوأ للمنتج بتاعي أولا كلنا عارفين في الوقت الحالي أن الفيسبوك وتويتر وإنستجرام أو مواقع التواصل الاجتماعي هي التي يمكن الاعتماد عليها في التسويق لمشروع تصنيع الأكواب الورقية وعنده مندوب التسويق بتاعي بيلفة على المطاعم والكافيهات وبيلفة على الفنادق وبيلفة على كل الأماكن اللي هي بتستخدم الحاجات ديات وعادي ممكن أصدرها للخارج وممكن ناس كتيرة جدا بتستخدمها لأن معظم الناس حاليا كلها محدش كله كله بقى بيستخدم الأكواب الورقية وأقدر أتعاقد مع المحل التجارية والمطاعم والكافيهات زي ما قلت لحضراتكم تعالوا بقى نشوف المشروع بتاعنا ده مربح ولا مش مربح يعني هنشوف هيستاهل ولا مش هيستاهل الأول هنشوف هنقدر ننتج قد إيه في اليوم لو شغلنا مصنعنا من 18 ل 20 ساعة لو شغلنا مصنعنا من 18 ل 20 ساعة في اليوم هننتج نص طن ورق مطبوع يعني حوالي 50 ألف كوب يوميا يعني 100 ألف كوب يساوي طن من الورق المطبوع أو الورق الخام اللي هنطبعه لو هنطبعه عندنا في المصنع بالنسبة للكرتون الأكواب ألف كوب سعرها حوالي في السوق حاليا 600 جنيه في الأسواق سعر الكوب حوالي 60 أرش يعني الطن اللي استغرق تصنيعه يوميا يساوي 60 ألف جنيه في حين أن متوسط سعر الورق المطبوع للطن 25 ألف جنيه تقريبا وده يعني أن المكسب الإجمالي 35 ألف جنيه الإجمالي غير الصافي لأن احنا عندنا عمالة وعندنا كهرباء وعندنا مواد خام بنستهلكها يعني لو وزعنا تقريبا 4 طن أو 5 طن في الشهر مكسبنا حوالي صافي إن شاء الله لا يقل عن 80 ألف جنيه مشروع بتاعنا مش محتاج أي مجاسفة مشروع نسبة أرباحه كبيرة جدا بس هو محتاج تفكير لازم صاحب المكان هو اللي يشتغل بنفسه في الأول ويتابع المشروع زي ما قلت لكم إن احنا مش محتاجين عدد عمالة كبير مش محتاجين في الأول إن احنا نجيب مكان غالي جدا أسعار الماكينات أو أنواع الماكينات اللي موجودة حاليا الحرارية العادية والألتراسونيك في عندنا المكان فيه لو أنا هجيب مستعمل فيه في السوق مستعمل بيبدأ من خمسين ألف لحد مية وخمسين ألف ده مستعمل في عندي الجديد الحرارية الجديدة العادية بتبدأ من مية وستين ألف لميتين واربعين ألف المكان بتاع ممكن ينتج لي الأحجام المختلفة كل ما كان بيجي معاها أربع أحجام مختلفة من المقاسات ولكن ده بياخد وقت فيه إن أنا غير الآلب نفسه بيجي معاها أربع أوالب أو خمس أوالب فده بياخد وقت تغيير الآلب نفسه بياخد وقت كبير جدا في بعض المصانع الكبيرة بتجيب مكانة لكل آلب أو بتجيب آلب لكل مكينة بحيث إن هو يقدر يوفر الوقت والمجهود اللي هيغير فيه الأوالب بس أنا على العموم ممكن أشتغل في الأول أن أنا أجيب الآلب بتاعي واحد بس وأشتغل على حجم واحد في الأول وهو الحجم اللي هو كوب الشاي اللي هو الكل بيستخدمها وهو الأكثر شائعا وربنا يعني بعد فترة بسيطة ممكن أقدر أجيب مكانة أو اتنين إن شاء الله بعد ما المشروع هيشتغل إن شاء الله بإذن الله بكده إن شاء الله نكون قدرنا نتكلم ببساطة عن المشروع عملنا دراسة جدوى عملنا إيه هي الأرباح المتوقعة عدد العمالة اللي ممكن تشتغل معانا إن شاء الله في المشروع نرجو إن شاء الله تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير ليستفيد بي غيرك إن شاء الله شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر